بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سننخدمه تمرين رقم 16 صفحة 93 كتاب مفيد في الرياضيات تمرين مهم جدا لكي نعرف الحساب المسافة بين نقطتين معرفتين بإحداثياتهما نعتبر نقطة A,B,C وحسب الأطوال A,B و A,C و B,C ثم وحدد طبيعة المثلة A,B,C لكي نرى كيف يتركنا في تمرين 14 مهم خمسة و تمرين 13 مهم قبل كي نرى طريقة حساب المسافة هنا هنا في تمرين 15 متلات قائم الزاوية وحسب الأطوال A,B و A,C و B,C ونرى هذه الساعة طبيعة المثلة إذا اللي نحسب A-B كل معطيات اللي عندنا عندنا A الإحداثية ديالها 3 ناقص جوج عندنا B الإحداثية ديالها ناقص جوج ناقص 3 إذا A-B الحساب ديال المسافة القاعدة دائما حق هذه القاعدة مزيان جدر مربع XB-X XA-XB بحال بحال ثم هنا YB- ناقص YA لكل تساوي XB-XA هي 3 2 YB-3 ناقص YA ناقص 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 ي ناقص 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 ثم 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 نحسب المسافة ثم 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 الخط ناقص ثم 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 ناقص نقص الناقس ستاو سثنان هي ستاو ثلاثين. هنا نقص ستاو زايد جوج زايد جوج هي اربعة وس اتنان هي ستاشة. هي جدر مربع ستاو 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 جوج تقع واحد جوج وتلاثة خمسة. اذش تساوي جدر مربع اثنان و خمسين. ثم بقتلنا الحساب ديال باسي لنحسب باسي. دونك عندنا باي الاحداثية ديالها ناقص جوش ناقص لاتة. وعندنا السي الاحداثية ديالها ناقص لاتة جوش. دونك باسي تساوي قاعدة اكس ناقص اكس بي ولا اكس بي ناقص اكس بحل بحل قلنا. اكس ناقص اكراك بي وساتنة. تساوي جدر مربع نعود اكس هي ناقص تلاتة اكس بي هي ناقص جوش وساتنة زائد اكراك سي هي جوش. اكراك بي هي ناقص تلاتة. وساتنة. اوكي جدر مربع اه ناقص 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 اكراك بي هي ناقص 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 نا وقنا بابي تاية ستة وعشرين. لقنا بابي كتساوي باسي. مدام عندنا جوش الأضلاع دي المثلات متساويين. إذن هاد المثلات فهو متساوي الساقين. نرجعوا للسؤال الثاني. لقنا بابي كتساوي جوز المربع ستة وعشرين. لقنا بابي كتساوي جوز المربع ستة وعشرين. لقنا بابي كتساوي جوز المربع ستة وعشرين. لقنا بابي كتساوي باسي. إذن المثلات بابي س متساوي الساقين. في المتساوي الساقين؟ بابي باسي. النقطة اللي كتعود هنا وهنا هي بابي. إذنى هذه يكمن بابي. لقنا بابي متساوي الساقين ادي مثل الساقين يقضر قت Judge equal With B. على المتساوي الساقين، lease filling. الزاوية. دونك خصنا نعرفوش قائم الزاوية ولا لا متساوي الساقين. احنا جاوبنا عليها. ولكن مش نجاوبه لانه قائم الزاوية. اكبر ضيل عندنا هو جدر خمسة وعشرين. دونك غنديرهم كاملين اس اثنان اس اثنان. اه غندير هنا. لدينا اكبر ضيلة هو اس اثنان. دونك اس اثنان هي جدر جدر اثنين وخمسين اس اثنان هي اثنين وخمسين. وغادي نحسب اب اس اثنان زائد اب اس اثنان. لهذه opportunity في حت نحسب اب باسة اثنان زائد اب اس اثنان وهذهabl الساوية في لاحظة هنا 52 وهنا 52. اذا قبل ان نضع حسب مبارهنة فيتاغورس سنضع اس اثنان لقناها تساوي بس اثنان زائد ابي اثنان. ومنه حسب مبارهنة فيتاغورس العكسية فان ابي س متلة قائم الزاوية في في قائم الزاوية اس والواتر ذهب قائم الزاوية في النقطة بي. اذا لقنا متساوي الساقين وقائم الزاوية. وبالتالي نستنتج انه منه ابي الس متلة متساوي الساقين وقائم الزاوية في النقطة بي. وقلقينا هذه المثلة قائم الزاوية وفي نفس الوقت متساوي الساقين. اذا نوصلنا للنهاية التمرين تمنى انكم تكونوا استفتهم زيان من هات الشرح. ما تبخلوش علينا باللايك ما غادي تخسر والو عشرة تاواني غادي رجيم تخلي شي تعلاقي لفهمتي ولما فهمتيش خللنا شي تعلاق. وبرتاجي الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لداخل شي مجموعة او الاشي غروب الواتساط بارتاجي في هات الفيديو. ما تخسروا وحنا معاكم ان شاء الله باش تفهموا الدرس مزيان. درس سهل ما فيش حاجة ولكن لابد من التمرين باش تفهموه مزيان. يلا تلقوا في فيديو جديد تابونا وفلاشين تابونا في صفحة الفيسبوك باش يوصلكم دائما الجديد والسلام عليكم.